الجواب الذي انتظره رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن قانون الانتخابات جاء من رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بعد اجتماع تكتل الإصلاح والتغيير الأسبوعي في الرابيه ورغم أعلان بري صراحة أنه لن يمشي في القانون الانتخابي المطروح وهو النسبية على أساس الخمس عشرة دائرة في حل تمسك بنقل المقاعد قال باسيل إن المطلوب العودة إلى اتفاق الطائف وألغاء عدد من المقاعد التي أضيفت خلي يكون معلوم للكل نحن لحد اليوم ما فتحنا حديث نحن مع حدا ولا طالبنا حدا بنقل المقاعد نحن قلنا هون مرة واثنين وهلأ مرة تالتة منرجع منقول نحن عم نطالب بتطبيق الطائف بالعودة إلى الأصل إلى 108 نواب مش 128 نواب فيه تلاعب صار بعدد النواب صار فيه تركيب مقاعد للوصاية للولاية من غير محلة مركبة تركيب بشكل أن تقدي غايات سياسية تلاعب إيرادة الناس نحن عم نقول رجعه للأصل باسيل الذي رفع ثلاثة لاءات في مؤتمره الصحفي ونعم واحدة للنسبية طلب بضمانات قانونية لوقف ما اسمه التلاعب الديمغرافي كمان نحن بنطالب يوقف التلاعب الديمغرافي بالبلد يلي عم بصير بضمانات قانونية لوقف هيدا التلاعب الديمغرافي انتو بتعرفوا من التسعين لليوم قد يصر فيه تلاعب بنقل نفس جماعي هيدا الشي بده يتوقف وبدنا ضمانات قانونية بتوقيفه كمان فيه تصحيح لازم يصير لمرسوم التجنيس فيه موضوع المناصفة ومجلس الشيوخ وكل هيدا الشي اللي كنا اتفقنا عليه هيدا ما فينا نمر عليه مرور الكرام وكأنه لم يكن اما اعتبار رئيس مجلس النواب ان لديه في ذمة رئيس الجمهورية شهر للمجلس النيابي بدل الشهر الذي جمده اثر استعمال المادة 59 من الدستور فرد عليه باسيل باشهار الدستور موضوع صلاحية دستورية واضحة بالدستور ما فيه علي نقاش وبعتقد انه الدستور بيجاوب عليها مش مدين حدا الدستور شي ولا اخذ من حدا ولا بده من حدا شي الدستور واضح بينصه وبعد استجال الدستوري بين بري ورئيس الجمهورية يبدو ان المفاوضات حول قانون الانتخاب عادت الى المربع الاول بعد لا بري صريحة بوجه نقل المقاعد واصرار باسيل عليها